طبعاً أكيد أنك تشكر لدارة القانونية في نادي الاتحاد يمكن كلام هاني صراحة جميل قال أنه ما في أحد كاسب لأنه بالنهاية الموضوع والقضية بحد ذاتها ما كانت بطريقة واضحة يعني طريقة كانت حتى اليوم مشاهد الاتحاد ما كان عنده أو ما كانت عنده تهمة التحريق ولكن لو ننجح في بحو القضية والإجازة يصير في الفترة الماضية أنه كانت هي المفاوضة دون إذن كتابي وليس التحريق هذا لابد يكون الموضوع واضح فيها بالتحديد أكيد أنه الاتحاد القرامة التي تثبتت على الإداريين وعدم التسجيل وأيضاً الاكتفاء بالمدة هذا شيء أكيد إيجابي رح يعطي الاتحاد أنه يكون أفضل ويركز داخل الملعب في الفترة القادمة ولكن فيه نقطة وجزئية مهمة عبد الرحمن في مسألة مركز التحكيم الرياضي وهي أنه يبدو يعني أنه مركز التحكيم لم ينظر لقضية التسجيلات وهذا شيء إن حصل قضية إيش محمد؟ على مشروعيتها الشيء الثاني مركز التحكيم من وجهة نظري لم ينظر إلى قضية التسجيلات لهذه القضية وأيضاً أخذ يعني ما أقول قوة وجراءة بعد صدور الحكم الآخر في القضية الأخر المنفصلة بين حمد الله ونادي النصر أكيد لما حصل الموضوع أنه الاتحاد الدولي في الفترة الماضية عندما حكم على نادي النصر بدفع قرامة مالية وهي المباركة المالية المتأخرة للاعب حمد الله في مسألة أنه لم ينظر إلى قضية التسجيلات بحيث أن القضية لم تنتهي في الاتحاد السعودي وهذا أيضاً أعطى مركز التحكيم جرأة في اتخاذ القرار في وقت أعتقد وقت مناسب تماماً أن الوقت اليوم قبل المنديال بأيام ويصدر هذا القرار أكيد في تحقيق يعني حتى ما شاهدنا ذلك التشنج وما شاهدنا تلك الأصوات الإعلامية والإعلامة التي كان في الفترة الماضية عندما كان الدولي في أوج استمراريته فأكيد أن الاتحاد ما أقول كسب القضية ولكن كسبت الإدارة القانونية في إدارة نادي الاتحاد إلى الآن القضية الأهم ونتمنى صراحاً أن يكون الاتحاد السعودي في الفترة القادمة أو مركز التحكيم أن يكون هناك فيه لجان وفيه أنظمة واضحة لمثل هذه القضايا عشان ما يكون فيها كثير من الهرج والمرج في هذه المواضيع لأن كل سنة يطلع لنا نظام جديد يطلع لنا قضية جديدة وندخل ويكون فيه زي ما حصل مع أحمد شرحيلي قضية مو 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 مش شيء جديد أحمد شرحيلي أنت تتكلم أحمد قضايا جديدة أنا أتكلم بس على موضوع أنا أتكلم عبد الرحمن ليش إحنا في مثل هذه القضايا نتأخر لفترات طويل ليش ما يبدف الموضوع بشكل سريع ليش؟ في حيثيات القرارة محمد في استماع في أدلة في براهين في قراءة لازم يراجعونها كلها طيب أنت اليوم ما ذكرت الأدلة اليوم حتى في قرارك ما ذكرت الأدلة يا عبد الرحمن شو ما ذكر الأدلة ذكر أنه قبل شكلا لا لا ذكر قال أنها ذاكرة رقمية لا أنا أتكلم وقال مستندات واجتماعات وبعدين رسائل وبعدين خطابات من شركات دعاية وإعلان وغيرها من الأمور أول مرة أصلنا نشوف لجنة الاحتراف تنزل مثل هذا البيان طيب هل كانت مثبتة ما ذبت شيء على الاتحاد لا يختلف إذا هي مثبتة أو لا ما ذكرت بالتالي هي اتهامات إلى الآن أنا اللي شاهدته ما ذكر شيء يعني شو ما ذكر شيء يرجع للقرار لكن أتكلم عبد الرحمن 12 قرية مذكورة الموضوع الآن هل قبل الاحتجاج السؤال هنا لا لا رفض رفض الاحتجاج قبل شكل نرف الموضوع وقابل للسناف الآن رفض وعنده الحق للسناف نعم الآن ننتظر للسناف هل هل سأل الفنادي الشباب طيب ننتظر ننتظر كلنا من ننتظر يا محمد معك حنا نشوف القضايا وننتظرها هذا اللي وراءنا لما نرزع دورينا وننشغل إن شاء الله في اللي وراءنا